إلى شرق الوطن تتوفر بلدية ولاد جاسم في ولاية أم بواقي على عديد المنابع المائية الطبيعية التي أصبحت قبلة لصائمين الوفدين على المنطقة من مختلف البلديات المجاورة خاصة خلال شهر رمضان نظرا لما تتميز به من جودة مياهها العضبة تزخر مختلف مناطق بلدية ولاد جاسم بولاية أم البواقي بعديد المنابع المائية الطبيعية وسط تنوع بيئي يمنح للصائمين أوقات ممتعة خصوصا في شهر رمضان الفضيل مياه عذبة أصبحت ضمن الحياة اليومية لقاتل الجهات المجاورة لولد جاسم وفي سياق متصل أمست المنابع المائية الوجهة الرئيسية للسكان المنطقة لما تتوفر عليه من جودة مياه الشرب فتنبعت من باطن الأرض كالعرق من جبينه أنا نسلق ديما الطريق هذه الرابطة ما بين سيقوي سعيم ليلة ونجيو ممتعون الولاد جاسم عند حبابنا نطلعوا عليهم ممكن نطلعوا عليهم ديما نجيو نشوفوا البلاسة هذه ما شاء الله راي طابعة مية في المية كينا عين منا يسميوها عين حنش كينا عين يسميوها عيبش هذه جات في بلاسة يسميوها في دوار صغامرية كينا وحدثا يسميوها عين بني ثور تبقى الإشارة إلى أن مياه منابع لدجاسم صالحة للشرب ولا تحتوي على مواد كيميائية في وقت تشتد فيه الحرارة بينما يتزايد الإقبال على هذه الثروة المائية الباطنية خاصة خلال أيام شهر الصيام ترجمة نانسي قنقر